دنيا اشتباكات ومعارك شرق العاصمة دمشق تسعى من خلالها قوات نظام الأسد التقدم في حي جوبر بينما تحاول قوات المعارضة السورية تعزيز مواقعها وشن هجمات مضادة ضد مواقع تابعة لقوات نظام الأسد تفاصيل المعارك في سياق تخرير التالي جبهة الوادي في عين ترما يأخذ أبو محمد موقعه في الخطوط الأمامية للمعركة ضد قوات نظام الأسد يراقب الاشتباكات بحذر في الخارج مقاتل آخر يحاول التصدي لإحدى طائرات نظام الأسد الحربية تفشل الطائرة في محاولتها الأولى فتعود للارتفاع وتلتف مجددا لاستهداف مواقع تسيطر عليها قوات المعارضة السورية يعلو الدخان هنا مكان الغارة حيث استهدفتها طائرات نظام الأسد بينما تفشل هذه الطائرة من الاقتراب فترمي أسلحتها من علو وترتفع بسرعة أكثر تجنبا لاستهدافها من قوات المعارضة السورية هذه إحدى جبهات القتال في ريف دمشق حيث تحاول قوات نظام الأسد التقدم فيما تقوم فصائل المعارضة السورية في تصدي لها حملة قوية تشنها قوات نظام الأسد مستخدمة كل أنواع الأسلحة وغارات جوية لا تتوقف فيما تحاول قوات المعارضة جاهدة إحباط هذه العمليات من خلال استهدافها مواقع نظام الأسد بصواريخ الهون أو استهداف آلياته العسكرية معارك هي الأعنف على عدة جبهات يسعى من خلالها نظام الأسد التقدم نحو المتحلق الجنوبي والذي يصل بلدات زملكة وعين ترما بينما تسعى قوات المعارضة لمنع حدوث هذا السيطة